الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو اصدقائي والنهار ده ان شاء الله هتكلم عن الليبت what are libit? يعني ايه اصلاً لبت? كلمة لبت هي الدهون اوكي الدهون اي حاجة دهنية بسميها لبت? هناخد فكرة مبساطة عنها هناخد الديفناشن وتعريفها واستخدامتها وفوايدها وحاجات كتير عنها تعالوا نبدأ بسرعة كده عن ايه تعريف اللبت? هي family of substances that are insoluble in water يبقى هي عيلة من المواد الغير دائبة في الماء يبقى كلمة insoluble يعني لا تدوب insoluble in water لا تدوب في الماء طيب يبقى هي لا تدوب في الماء بس بتدوب في حاجات تانية فيه but soluble in non-polar substances ايه هي المواد النون بولر? النون بولر substances هي المواد الغير قطبية يعني الدهون دايما بنقول المزيبات تزيب اشبهها دي قاعدة عامة في الكامستري يعني ايه? يعني اي حاجة غير قطبية يعني زي الزيت ده غير قطبي دي قدر يدوب في الدهون عادي لان الدهون non-polar لكن المية بولر قطبية لا تزوب فيها الدهون ايه هي الحاجات المزيبات non-polar? الايل الميثانول الكلوروفور مزيبات عضوية مشهورة البنزين ومشتقات البنزين كلها دي كلها تقدر الدهون تدوب فيها اللبز اوكي? عشان كده حتى انا بنقول لما احد شرب شربة مليانة دهون او كده بتشربش بعضيها مية سقعة بتبدأ تتكتل في المعدة والامعاء وده خطر تمام؟ ممكن يتشرب بعدها اي حاجة ممكن تدوب فيها دهون او يتشرب فيها بعدها مية سخنة عليها ليمون مثلا عشان خاطر او حتى اي مأكلات فيها دهون بيتشرب بعدها مية سخنة فيها شوية من الليمون لازم تكون مية سخنة اوكي لان اللبز لا تزوب in soluble in water دي معلومة بس كده علينا عالسريح يبعا هي بتزوب في المزيبات السولفنس اللي هي مذيبات اللي هي non-polar غير قطبية او low-polarity او قطبيتها ضعيفة يعني مش المية لا المية high-polar قطبيتها علي لو مزيب نص ونص عادي زي ال diethyl ether بتدوب فيه الدهون نوعا ما طيب هنشوف السلايد اللي بعدها اللي بيقولك هي كلمة اصلا اليوناني الاصل اليوناني بتاعها مشتقى من كلمة ليبوز كلمة ليبوز باليوناني يعني تخين فات او شيء دهني our substances هي برضو بيعرفها تاني بطريقة اخرى هي اي مواد لها biological origin حيوية يعني من اصل حيوي تزوب في ال organic solvent قلنا في المزيبات ال organic يعني العضوية لازم نعرف ان هي لازم تكون مزيبات non-polar ايه هي المزيبات العضوية اشهر مزيب الكولوروفون وكمان الميثانول اوكي هي sparingly soluble in water sparingly عادي بصعوبة بشكل زهيد متتزوب في المياه وكمان ب certain vitamins وhormones ومصد بعض certain بعض vitamins والhormones والhormones and non-protein membrane components بتكون مكونة من لبت اغلب الفيتامينات زي فيتامينات او بسميها dik اختصار الفيتامين D والE والA والK كلها التلاتة دول الاربع دول بيدوبوا في الدهون لان الفيتامينات نوعين نوعه بتدوب في المياه زي فيتامين C وB وان كل فيتامينات B وقسم بيدوب في الدهون زي اللي هي dik dik اوكي؟ طيب ندخل بعد كده للسلايد البعدها طيب ما فيهاش اي حاجة مهمة بس بيقول ان هي ان الدهون مكونة من احماض دهنية يعني اصلا الدهون ده ده حمض دهني زائد حمض دهني زائد حمض دهني زائد حمض دهني زائد حمض دهني يديني الليبتز فهي مكونة من monomer اجزاء صغيرة اسمها دهون حماض دهنية زي البروتين بروتين مكون من احماض امينية امين واسد يعني حمض اميني وحمض اميني وحمض اميني يكون لجزئ الكبير اللي هو ايه البروتين الليبت برضو جزئ كبير بنسميه مكرو مولوكيول مكون من ايه من ده احماض دهنية فاتي اسد جنبه بعض بس هي ده الكلمة مهمة في سلايد دي بعد كده هيبدأ يتكلم عن كلاسف كيش او تقسمها حسب وظيفتها واستخدمتها بتستخدم في ايه وصفتها الاولى انها بتخزن الطاقة داخل الفاتسلز اوكي ان هي بتطلع الطاقة عشان كده دايما بنقول برضو لما الواحد بيأكل حمادة موجبة فيها دهون بتديله انرجي وبيبقى نشيط وحطها في الشتاء بتدفي جدا لان هي يعني بتخزن الطاقة جواها اللي هي الطاقة دايما على شكل اي تي بي اوكي وكمان هي جزء من بتكون الغشاء اللي اسمه الممبرين الغشاء الخلوي في الخلية اللي هو بيكون شكله كده بنسمي ايه اي خلية في الدنيا بتكون من دهون من باي لير بنسميها طبقة صناقية باي لير مكونة من ايه من فوسفوليبد دهون مع فوسفات المهم ديت برضو ان هي بارت من الممبرين بتفصل للممبرين هاي الخلية في ممبرين حواليها غشاء غشاء ده بيحمل خلية اولا وبيفصلها عن سيباريت يعني يفصلها من الجزء بيفصلها عن جزء الاكيوس المائي يعني يفصل جزء الدهني عن المائي اخيرا هي من وظائفها دهي السيرف اس كيميكا الماسنجر هي كأنها مسنجر او كأنها رسول ناقل كيميائي هي سيرف يعني تخدم بهذا الشكل او بتشتغل بالشغلانة دي بعد اولا تلي بتاعهم وهناخد واحدة واحدة منهم بالتفصيل اه ازاي بتخزن الطاقة والممبرين والمسنجر في السلايدات القادمة اتمنى يكون الفيديو سهل ولطيف اخدنا فكرة عن الليبت ما تنسونيش من دعواتكم الحلوة اتمنى لكم كل توفيق وفي امان الله اشتركوا في القناة